طلاب الصف الثالث الابتدائي المنهج الجديد السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم معايا ودرس جديد من دروس مادة التربية الدينية الإسلامية وهي قصة المثابرة سر النجاح المثابرة سر النجاح نقرأ مع بعض أولاد القصة بيقول ذهب الجد إلى الأحفاد ليروي لهم قصة المساء فلم يجد زيادا يبقى راح علشان يروي قصة المساء اللي متعود أنه يجمع أحفاد ويحكيها لهم ملقاش زياد فسأل عنه قالت له فريدة سوف يلحق بنا زياد فلديه مباراة كرة قدم وعندما عاد زياد سأله الجد كيف كانت المباراة قال زياد لم أتقن التمرين ولذلك خسرت في المباراة يعني ما أتقنتش في التمرين وأنا أتمرن قبل ما ألعب فإن اللي حصل يا أولاد خسر المباراة ما كانش مستعد كويس قال الجد هون على نفسك وكن صبورا دعني أحكي لك حكاية اليوم عن المثابرة يبقى لما جد لقاه مش صبور قال له إيه هون على نفسك وكن صبورا دعني أحكي لك حكاية اليوم عن إيه يا أولاد عن المثابرة نشوف مع بعض الجد هيقول إيه قال الجد حينما نزل الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمره الله تعالى بتبليغ الناس وتعليمهم الإسلام كان يعلم جيدا أن المهمة ستكون صعبة إذ اتهمه الناس بالجنون والسحر طبعا كان جاي بدين جديد فالناس الموضوع ما كانش سهل اللي كانوا بعض الناس كان يتهموا بالجنون والبعض الأخر بإيه يا أولاد بالسحر وكانوا يتعرضون له بالأذى لكنه لم يستسلم وواصل دعوته إلى الله سبحانه وتعالى بعد ذلك عندما ناد الرسول صلى الله عليه وسلم على قومه وأقربائه من على جبل الصفة لما النبع عليه الصلاة والسلام يا أولاد هو بيدعو الناس إلى عبادة الدين الجديد كان بينادي على قومه وأقربائه من على جبل الصفة ليعلن لهم أنه رسول الله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى يأمرهم بإيه باتباعه رد عليه عمه أبو لهب قائلا تبا لك ألي هذا جمعتنا دا اللي رد عليه شتم كده مين يا أولاد عمه أبو لهب ثم قام وفرق الناس من حوله آم اللي هو أبو لهب وخلى الناس تبعد عن النبع عليه الصلاة والسلام أما زوجة أبي لهب فكانت تحمل الشوكة وتلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عم النبي أبو لهب لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام هو وقف على جبل الصفة بينادي على أهله قومه علشان يؤلن لهم إنه هو رسول الله عمه أبو لهب قال له إيه تبا لك قال إيه هذا جمعتنا وخلى الناس تبتعد عنه اللي كانت تجمعت على نداؤه وزوجته عملت إيه يا أولاد كانت تحمل الشوكة كانت بيجيب الشوك وتلقيه في طريق النبي علشان النبي يمشي عليه إيه رجلي تتعور وفي أحد الأيام اتفق أهل مكة على أن يقاطعوا أسرة النبي صلى الله عليه وسلم بداية الإيذاء كانت إيه يا أولاد اتفق أهل مكة كلهم على أن يقاطعوا أسرة النبي صلى الله عليه وسلم يقاطعوهم إزاي فلا يكلموهم ولا يبايعوهم ولا يخالطوهم ولا يتزوجوا منهم لا يتجوزوهم ولا يكلموهم ولا يبايعوهم ولا يختلطوا بهم أصلا حتى يسلموا لهم محمدا ليقتلوا عقوبة لهم بيضغطوا على أسرة النبي يا أولاد علشان يقول أسرة النبي عليه الصلاة والسلام يعطوا سيدنا محمد فيقتلوه أهل مكة كانوا عاوزين النبي يتأتل وكتبوا ذلك في صحيفة وعلقوها داخل الكعبة كتبوا ذلك في صحيفة وعلقوها جوه الكعبة واستمروا على هذا ثلاث سنوات والرسول والرسول ثابت ومثابر النبي كان عنده صبر شديد وثبات حتى أمر الله تعالى بفك هذا الحصار وحين قرر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الطائف ليدعو أهلها للإسلام لم يجد فيها من ينصره النبي عليه الصلاة والسلام قرر أنه يخرج للطائف زي ما احنا خذنا قبل كده في درس سابق علشان يدعوهم إلى عبادة الله فإلا حصل محدش فيهم نصر أبدا ولا قال له كلمة كويسة بل استهانوا به وآذوه قال زياد يا حبيبي يا رسول الله وماذا فعل يا جدي أكمل أرجوك بعد كده يا أولاد قال الجد لم يستسلم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وكان مثابرا يا أولادي بل إنه بعد كل هذا الإيذاء الشديد كان يدعو الله تعالى أن يهدي قومه كان بيدعي لهم بعد دهوة كله إنه يهدي قومه وكان يحاول مرات عديدة لتحقيق هدفه إن ربنا عز وجل يا أولاد يهدي قومه وهو تعليم الناس الإسلام وبمرور الوقت بدأ الناس يدخلون في الإسلام وذلك بفضل الله عز وجل أولا ثم يا أولاد ثم رسولنا الكريم الرحيم الصبور المثابر بسبب صبر النبي عليه الصلاة والسلام ومثابرته والآن يا زياد ماذا ستفعل لحل مشكلة تمرين كرة القدم يبقى قد إيه عرفنا يا أولاد إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثابر وكان صبور في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى خاصة في بداية الأمر في بداية الدعوة لما كانت قريش وأهل مكة كلهم بيستغربوا الدين الجديد اللي ضد دين آباءهم وهو دين عبادة الأصنام هما كانوا بيعبدوا الأصنام والنبي عليه الصلاة والسلام لما أمرهم أو دعاهم إلى عبادة الله تعالى وحده فطبعا قابل من الإيذاء الكثير ودلوقتي يا أولاد ننتقل للأسئلة نشاط واحد بيقول ضع الكلمات في الأماكن الصحيحة الكعبة عمه أبو طالب فكه فرق أهل مكة زوجته يقتلوه تلقيه نبدأ مع بعض النقطة الأولى بتقول إيه يا أولاد عندما نادى الرسول صلى الله عليه وسلم على قومه وأقربائه من على جبل الصفا ليعلن لهم أنه رسول الله وأن الله تعالى يأمرهم باتباعه رد عليه نقط قائلا تبا لك من اللي قاله تبا لك يا أولاد برفع عليكم عمه أبو لهب هو اللي قاله إيه تبا لك عمه أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا ثم قام ونقط الناس ثم قام وإي أولاد برفع عليكم وفرق وفرق الناس من حوله أما نقط أبي لهب فكانت تحمل الشوكة من دي زوجة أبي لهب أما زوجة أبي لهب فكانت تحمل الشوكة ونقط في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وتعمل إيه يا أولاد بعد كده برفع عليكم وتلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده يا أولاد في أحد الأيام اتفق اتفق نقط على أن يقاطعوا أسرة النبي صلى الله عليه وسلم من اللي اتفقوا على أنهم يقاطعوا أسرة النبي صلى الله عليه وسلم برفع عليكم أهل مكة اتفقوا خلاص أنهم يقاطعوا أسرة النبي كلها ليه فلا يكلموهم ولا يبايعونهم ولا يبايعوهم ولا يخالطوهم ولا يتزوجوا منهم حتى يسلموا لهم محمدا صلى الله عليه وسلم ليأولاد برفع عليكم ليقتلوا علشان إيه يا أولاد بيضغطوا عليهم علشان أسرة النبي تسلموا ليهم فيقتلوا وكتبوا ذلك في صحيفة وعلقوها داخل هه داخل الكعبة داخل الكعبة واستمر الحصار حتى أتى أمر الله تعالى بإيه يا أولاد بفكه استمر الحصار مدة لحد ما أمر الله تعالى بإيه بفك هذا الحصار النشاط الثاني يا أولاد بيقول صل ثم أجب حينما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته اتهمه الناس بإيه يا أولاد الناس اتهموه بإيه برافو عليكم بالجنون والسحر طيب النقطة الثانية بيقول تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم للأذى حتى من من؟ برافو عليكم من قومه وأقربائه اللي زي عم أبو لهب تلاتة تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم وأسرته لحصار استمر أدئي أولاد؟ برافو عليكم ثلاث سنوات الحصار استمر ثلاث سنوات رابع حاجة حين ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ليدعو أهلها إلى الإسلام إلي حصل؟ استهانوا به وآذوه نيجي بعد كده يا أولاد للسؤال التالي كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم مثابراً في سبيل دعوته وما نتيجة مثابرته صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم أي أولاد؟ مثابراً كان النبي صلى الله عليه وسلم مثابراً في سبيل دعوته؟ مثابراً في سبيل دعوته؟ إزاي؟ في سبيل دعوته؟ فقد تحمل أي أولاد؟ أو فقد تعرض للكثير من الأذى والصعاب فقد تعرض للكثير من الأذى والصعاب للكثير من الأذى والصعاب فإلا حصل النتيجة كانت إيه؟ ما نتيجة مثابرته صلى الله عليه وسلم وواصل دعوته؟ وواصل دعوته إلى الله تعالى لكنه لم يستسلم وواصل دعوته إلى الله تعالى يبقى ما نتيجة مثابرته؟ أنه لم يستسلم أنه لم يستسلم وواصل دعوته إلى الله سبحانه وتعالى بعد كده يا أولاد بيقول ما أهمية المثابرة بالنسبة إليك؟ بيسألكوا أنتم أهمية المثابرة بالنسبة إليكم؟ هي بالنسبة لكم يعني أهميتها إيه؟ طبعا ممكن نقول حاجات كتير قوي طبعا كل واحد وتفكيره يعني كلنا لازم نفكر أنها يعني تكون سببا في وصول الشخصي لهدفه صح ولا لا؟ أنها تكون سببا في وصول الشخصي لهدفه كل واحد لنا ليه هدف عاوز يوصله علشان أوصله في وصول الشخص لهدفه لما يكون عندي مثابرة وصبر على الإجتهاد اللي بيعمله من أجل الوصول لهدفي هيكون سبب في نجاح شديد وإنه أكيد هنجح وهوصل لهدفي لكن يبقى المثابرة لها أهمية كبيرة جدا في حياتنا النشاط الثالث والأخير يا أولاد معنا في الدرس ده بيقول لي شاهد وصل لتتعرف مع فاطمة كيف تضع هدفا وتثابر لتحقيقه أول حاجة أريد أن أكون متفوقة مثلك يا فاطمة بما تنصحيني؟ قالت لها إيه؟ أنصحك بأن تكوني مثابرة يا سمية قالت لها إيه؟ وكيف أكون مثابرة؟ ها أول حاجة لا تملي من إيه يا أولاد؟ برفع عليكم لا تملي من ها نختار إيه؟ لا تملي من الاستذكار ما تمليش من المذاكرة يعني ولا تتركي درسا حتى ها تفهميه جيدا طيب تالت حاجة وإذا خفيت عليك معلومة ها ابحثي واتطلعي حتى تعرفيها وتفهميها وبكده يا أولاد خلصنا درس النهاردة درس جميل جدا وبسيط ويا رب إن شاء الله تكونوا استفدتوا وشوفكم إن شاء الله في الدرس القادم